هلو سهلوا الله يسعد مساكم جميع كثير من نود انه يقفل تطبيقاته الموجودة على الايفون برقام سري لكن النظام ما يسمح له وما في تطبيق بالأب ستور يسمح له برضو انه يقفل هذه التطبيقات بارقام سرية الا من خلال الجل بريك لكن في التحديث الجديد الايو اس 12 في ميزة القيود ممكن انه نستغلها بتقفيل التطبيقات بارقام سرية طبعا هي ما وضعت لهذا السبب لكن ممكن انك انت تقدر تستغلها لهذا الموضوع بحيث انه لو جاء اي شخص مثلا بيفتح سناب ولا بيفتح استجرام ولا بيفتح مثلا البوم الكاميرا او اي ايقونة عندك فيه على جوالك راح يطلب منه الرقم السري اذا ما حط الرقم السري ما راح يفتح عندها التطبيق نبين شوف انه كيف ممكن ان نستغل هذه الميزة ونركبها على جهزتنا علشان تستغل ميزة القيود بقفال التطبيقات برقم سري تدخل على الاعدادات وبعدين تروح على مدة استخدام الجهاز وتنزل لحد ما يجيك استخدام رمز دخول مدة استخدام الجهاز تضغط هنا وتحط لك مثلا اي رقم بالشكل هذا اي رقم الان انت فعلت رقم سري حلو كذا ندخل على خيار وقت التوقف ونفعل هذا الخيار وبيظهر عندنا بدء وانهاء نحاولنا نخليها 24 ساعة الا دقيقة يعني لو لاحظنا الان البدء الساعة 10 المساء وانهاء الساعة 59 دقيقة يعني الفرق بينهم دقيقة بعد كذا تطلع وتختار التطبيقات اللي انت بتكفلها نروح ندخل على السماح دائما هذه القائمة اللي موجودة هنا بالأعلى هذه كلها ما رح تتكفل بارقام سرية والقائمة الموجودة هذه كلها رح تتكفل بارقام سرية يعني على سبيل المثال انا ابغى السناب شاتي تكفل برقم سري ابا سوي لازالة من القائمة المسموح بها هنا بتجي بتنزل هنا بالاسفل لو لاحظنا الان مثلا تطبيق السناب سناب بمضلل عليه وانه لازم الدخول به برقم سري وبكذا الان لو جيت تفتح اي تطبيق راح يطلب منك الرقم السري مثل ما احنا شايفين انه الوقت المحدد مثلا انتهى لانه هذه الميزة خاصة بانك تعطي مثلا الشخص او تعطي نفسك وقت محدد لاستخدام التطبيق الان هو غير مسموح لكن ابي افتحه راح يطلب مني رمز الدخول بحط رمز الدخول اللي انا سويته في الاعدادات وبقول له مثلا هل تبغى طوال اليوم او لمدة ساعة او لمدة خمسة عشر دقيقة مثلا باستخدمها لمدة خمسة عشر دقيقة وراح يفتح هذه طريقة مثلا فيها نوع من التحايل على مثلا الميزة بحيث انه استخدم الميزة هذه في موضوع اقفال التطبيقات وليس في موضوع استخدام التطبيقات المهم انك وقت ما تحط مثلا وقت التوقف هنا تكون مفعل خيار حضر اثناء وقت التوقف وبالتالي راح يطلب منك رقم السري عند فتح اي تطبيق اتمنى ان شاء الله انها الميزة هذه تفيدكم باذن الله